بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة عشر من دورة تعليم برنامج وورد الاحترافية هذه المحاضرة راح تكون إجابة عن أسئلة الأخوة المشاركين في دورة تعليم برنامج وورد اللي طرحوها من خلال البوست اللي نشرناه على صفحة الفيسبوك قدنا أحد الأخوة يسأل هل أستطيع إنشاء مجموعة جداول بدون حدود يعني أقدر أصمم صورة تقويم نفس الصورة الجاهزة اللي استخدمناها في تصميم التقويم في المحاضرة الأخيرة نعم نقدر طبعا من خلال إدراج جدول ونختار مثلا نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وننزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طبعا نكتب السبت الأحد الجمعة طبعا لازم نستعين بالتقويم اللي موجود بالكمبيوتر مثلا هسه شهر الواحد كانون الثاني 2018 يبدي يوم اثنين نجي على يوم اثنين نكتب واحد وهكذا نملي الجدول بعد ما ملينا الجدول بها الأرقام نحاول مداد الجدول إلى الأسفل ومن ثم نحدد جميع الخلايا الجدول ومن تخطيط نختار هذا الخيار اللي هو المحاذات أفقيا في الوسط وعموديا في الوسط ومن ثم يفضل أن يوم الجمعة باعتبار أن يوم عطلة حسب طبعا ذوق التصميم رح نعطي لون مثلا تضليل خلنا نقول مثلا هذا اللون وبقية الأيام رح نعطيها من التضليل تصميم التضليل رح نعطيها هذا اللون طبعا الخطوة التالية هي تحديد كافة الجدول ومن حدود وحدود وتضليل نختار الكل ومن ثم اللون نختار اللون أبيض ومن ثم موافق مثل ما تلاحظون صار عندنا هذا الجدول جدول جميل جدا لشهر كانون الثاني 2018 وهكذا نقدر نعمل بقية الأشهر طبعا نقدر هذا اللون إذا شفناه فاتح ممكن نقدر ننطيه شوي أطوخ وبقية الألوان ممكن ننطيها أيضا لون أفتح من اللون الرئيسي أو لون يوم الجمعة وهكذا أصبح عندنا هذا الجدول الجميل جدا وعلى أساس هذه الفكرة نعمل بقية الأشهر عندنا سؤال آخر من أحد الأخوة يقول كيف أحول الأرقام إلى إنجليزي في برنامج وورد؟ طبعا هذا السؤال من الأسئلة المهمة طبعا لازم نتحكم في خيارات عرض الأرقام في برنامج وورد حتى نقدر نعرض الأرقام بأشكال متعددة بداية خلين نطيكم فض معلومة هذه الأرقام هي أرقام هندية وليس الأرقام العربية يعني هذه الأرقام هي مو أرقامنا العربية أما الأرقام العربية هي هذه الأرقام اللي هي المعروفة حاليا بالأرقام الإنجليزية طبعا هي نفسها أرقامنا العربية الأصلية فإذن عندنا هذا النوع هو نوع الأرقام الهندية وهذا النوع هو الأرقام العربية فحتى تحكم بعرض الأرقام يأما بهذا الشكل العربية أو الهندية أو الأرقام العربية لازم نتحكم بخيارات البرنامج طبعا من خلال ملف خيارات وخيارات متقدمة وعدنا هذا السلايدر نخليه بالمنتصف تقريبا وعدنا هنا الأرقام الأرقام طبعا عندنا خيار هذا الخيار سهم يأما تكون عربية يأما تكون هندية يأما تكون سياق يأما تكون نظام فيما يخص نظام طبعا راح تكون default افتراضية مثل ما نظام الوندوز محددها أما الخيار عربية موافق عربية راح تكون كل الأرقام بهذا الشكل مهما كانت اللغة سواء كان اللغة عربي أو اللغة انجليزي راح تكون الأرقام بهذا الشكل فيما يخص الخيار الآخر من خيارات متقدمة هذا السلايدر نخليه بالنصف ومثلا نختار هندي الهندي راح تكون اللي هي أرقام متعارف عليها اللغة العربية نفسها هاي الأرقام راح تكون بأي لغة نكتب يعني سواء أنه نكتب انجليش أو نكتب عربي راح تكون هاي الأرقام هي نفسها بالنظام الهندي وأفضل خيار هو الأرقام بالنظام السياق الأرقام بسياق الخيار سياق وطبعا الخيار سياق والمقصود به هو راح تكون شكل الأرقام حسب سياق الجملة يعني الجملة باللغة العربية راح تكون الأرقام بهذا الشكل الجملة باللغة الإنجليزية راح تكون الأرقام بهذا الشكل وهذا طبعا الخيار الأصح والأفضل وأنا أنصحكم أم تفعلوا اللي هو سياق اللي راح تكون شكل الأرقام حسب سياق الجملة هدنا سؤال من أحد الأخوة يقول كيفية اضافة فيديو في برنامج وورد وما هي الغاية من اضافة الفيديو. طبعا بشكل مباشر لا يمكن اضافة فيديو في برنامج وورد الا من خلال استخدام سيكريبتات برمجية او استخدام حيل برمجية لاستخدام لغة البي بي اي برنامج وورد وعمل كتلة اوبجيكت وتحويل هذه الكتلة الى فيديو من خلال اضافة رابط url من اليوتيوب او رابط url من الويندوز. طبعا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نحاول نغطي هذه الفكرة. طبعا تحتاج لها محاضرة كاملة لان بيها بعض الاوامر المتقدمة. ونشرح لكم كيفية اضافة الفيديو. فيما يخص الغاية. الغاية الانتر اكتف. الانتر اكتف هي تحتوي على مواضيع دايناميكية فيديوية. مواضيع متحركة. يعني مثلا اني عدي مجلة وعدي كتاب لتعليم برنامج وورد. اقدر في هذا الكتاب اضيف فيديو. طبعا هذا الكتاب يصدر بي دي اف. وليس ينطبع لان لا يمكن اضافة الفيديو بالطباعة. الكتاب يصدر بي دي اف. طبعا اقدر واني اصفح الكتاب الاحظ كتلة فيديو. اقدر اضغط عليه واشاهد الفيديو. ممكن اني اضيف شروحات بالكتاب. وهذه الشروحات ممكن تكون على شكل فيديو. هاي العملية يسموها انتر اكتف. احد الاخوة يقول هل يمكن جمع الارقام بالجداول بطريقة افقية? نعم. يمكن. اه لكن قبل اه ان نشرح كيفية استخدام الدوال الجمع في اه برنامج وورد. احب ان ننوه على فتفقرة معينة. واشرح فتفقرة معينة. اه في برنامج اكسل. اه وبعدها نتوجه الى برنامج وورد ونطبق الدالة. طبعا برنامج اكسل يتكون من اوراق. هذي الاوراق كل ورقة بيها اعمدة. هاي الاعمدة. بيها اسماء مثلا اي بي سي دي اي اف. وهكذا. كل عمود الى اسم حسب الافجدية الانجليزية. وايضا يتكون من صفوف. كل صف بارقام. يعني مثلا هذا الصف واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. وهكذا. كل صف الى رقم. وتقاطع العمود مع الصف راح يكون لخلية. هاي الخلية تأخذ اسمها من اسم العمود زائدا اسم الصف. يعني مثلا هاي الخلية المحددة اسمها بي اثنين. ليش بي اثنين؟ لان جاية من العمود بي ومن الصف اثنين. فتكونت عندنا هذه الخلية اللي هي بي اثنين. وهكذا. هذا مثلا هاي الخلية جي ثلاثة. او مثلا هاي الخلية اللي هي دي ستة. وهكذا. هذه الخلية اي ون. او اي واحد. هذه الخلية مثلا اف واحد. وهكذا. نفس الفكرة راح نطبقها بالجداول في برنامج وورد. طبعا نضيف جدول من خلال ادراج جدول. وهذا الجدول راح اه اه نضيف لبيانات مثلا خمسين. عشرين. اه تلاثين. اربعين. وهكذا في هذه الخلية اريد اضيف المجموع. طبعا حتى اضيف المجموع بالخلية. لازم احدد الخلية اللي اريد اضيف بها المجموع. ومن قائمة التخطيط. اختار صيغة. اثنين. اف اكس. وعدنا هنانا هذا الخيار. اه بشكل افتراضي راح يخلينا هو رايت. رايت يعني اه يجمع لنا بشكل افقي. على اليمين. راح يتنبأ البرنامج بالارقام. بالخلايا اللي بيها ارقام. ويجمع لنا اياها. يعني لو اختارينا موافق. اوتوماتيكيا راح يطلع لنا النتيجة. ولكن هذا بشكل افتراضي. في حال لو وردنا نطبق الدالة بشكل احترافي. من خلال نجمع اسماء الخلايا اللي بيها الارقام حتى يكون الجمع بشكل احترافي. اه كيفية الطريقة طبعا نتحديد الخلية. ومن تخطيط. صيغة. ومن ثم نمسح كلمة رايت. ونكتب اسماء الخلايا اللي ريد نجمعهن. او نكتب الامتدادات اللي ريد نجمعهن. امتدادات. او نكتب نطاق الاعمدة اللي ريد نجمعهن. طبعا احنا لو افترضنا انه هذا الجدول راح نشبهها ببرنامج اكسل. بجدول برنامج اكسل. هذي العمود اللي هو اي. والعمود بي. والعمود سي. والعمود دي. وهذا الصف واحد. اثنين. ثلاثة اربعة. فاذن الخلايا اللي ريد نجمعهن. اللي هن من اي واحد. الى اي بي سي. الى دي واحد ايضا. طبعا نغير انجليزي. الجميع راح يكون من اي ون. وخلي نقطيا نشارحها. الى دي ون. راح يجمع عن البرنامج. من الخلية اي ون الى الخلية دي ون. وبعدها موافق. وهكذا اقدر اجمع اي مجموعة خلايا من خلال تحديد اسمائهن بالنطاق في الصيغة. احد الاخوات تسأل كيفية اضافة الدوال دالة الجميع او دالة المعدل او اي دالة اخرى في نص كتابه في برنامج وورد. طبعا نفس الطريقة اللي احنا اه شرحناها قبل شوية. من خلال صيغة. ونختار الدالة اللي احنا نريدها. وهكذا طبعا نفس الطريقة اللي احنا شرحناها مع تغيير الدالة اللي احنا نريدها. طبعا عندنا هاي مجموعة دوال. نقدر اه نختار الدالة اللي احنا نريدها. مثلا الدالة راوند التقريبية او مثلا الدالة الصام. وطبعا يفضل انه نمسح الدالة ونضيف الدالة اللي احنا ريدها مثلا الدالة صم راح البرنامج اضيفنا ياها بشكل مباشر ولا ننسى انه نخلي علامة يساوي قبل الدالة طبعا هسا مثلا هنا نريد نجمع الخلايا اللي هنه من A 1 إلى النطاق طبعا لازم حتى نحدد نطاق لازم نضغط نقطة شارحة اللي هي من خلال شفت وحرف كاف بالعربي إلى D1 ومن ثم موافق راح البرنامج يجمع لنا وبنفس الفكرة نقدر نطبق أي دالة أخرى مثل الدالة count و round and و true and false أحد الأخوات تسأل كيفية استخدام النسخ السريع أو اختصار عملية النسخ السريع في برنامج word يعني مثلا احنا عدنا هاي الأشكال طبعا سواء كانت أشكال أو مربعات نص طبعا سواء كانت أشكال أو مربعات نص أو صور أي كائن موجود مثلا هذه نضيف بحضفة شكل وأريد هاي الأشكال ثلاثة أريد أنسخن بشكل سريع من خلال اختصار طبعا أول مرة لازم أحددهم جميعا أحدد الشكل الأول طبعا سواء كان شكل أو صورة أو مربع نص نحدده كليك ونضغط شفت من الكيبورد ونحدد الشكل الثاني أو الصورة الثانية أو مربع الناس ونبقى ضغطين على المفتاح شفت ونحدد الشكل الثالث بعدها نضغط على المفتاح كونترول نترك مفتاح شفت ونضغط على المفتاح كونترول ونسحب بالأسفل نسحب طبعا بأي منطقة مشب إلى الأسفل ورح يصد عندنا عملية نسخ طبعا لن ننسى أن نبقى ضغطين على المفتاح كونترول حتى نقدر نستنسخ طبعا هذه عملية الاستنساخ السريع من خلال اختصار كونترول والسحب أحد الأخوة يقول كيفية تنزيل أشكال لغرض التصميم إذا كان ذلك ممكن في برنامج وورد طبعا أشكال مباشرة نعم موجودة في برنامج وورد نقدر ننزلها من خلال متجر مايكروس ولكن أغلب هذه التصاميم باللغة الإنجليزية ويكون تصميم هذا طابع غربي يعني لا يتلاء مع التصميم الشرقي ولكن أنا إن شاء الله أوعدكم بأن رح نزلكم رابط ببعض التصاميم الجميلة اللي تتلائم تصاميمنا العربية أو تصاميم الشرقية وتقدرون تحملوها وتستفدون من عدها في عمالكم إن شاء الله أحد الأخوة يقول كيفية عمل شعار بنظام الورد أي يقصد أنه كيف نعمل شعار ونصمم شعار ببرنامج وورد طبعا برنامج وورد لا يمتلك المقومات الكافية لعمل شعار احترافي نعم نقدر نعمل شعار بسيط ممكن أن يكون هذا الشعار من الأشكال الهندسية ونزاوج مع النصوص ونعمل بعض التأثيرات كالشادو والانعكاس ولكن إن شاء الله بعد هذه الدورة بعد دورة تعليم برنامج وورد رح تكون دورة تعليم برنامج فوتوشوب وإن شاء الله في برنامج فوتوشوب رح نشرح كيفية عمل الشعارات باحترافية تامة وإن شاء الله رح تتعلمون من خلال هذه الدورة تصميم شعاراتكم الخاصة بقمة الاحترافية بعونه تعالى أحد الأخوة يسأل بما أن برنامج وورد لا يحفظ بصيغة صورة ما هو الحل لنفرض طبعا توجد عدة حلول لحفظ المستند على شكل صورة ولكن أفضل وأنجح طريقة من خلال تصدير الملف على شكل بي دي اف وتحويل ملف البي دي اف إلى صورة طبعا من خلال ملف حفظ باسم ونختار بي دي اف الامتداد بي دي اف ونختار مكان الحفظ ومثلا رح أسميه مستند تمام الخطوة التالية فقط في الانترنت في جوجل نكتب تحويل بي دي اف إلى جي بي جي أو نكتب تحويل بي دي اف إلى صورة رح تطلع لنا مجموعة مواقع من ضمن هذا أول موقع اللي هو السمول بي دي اف طبعا بعد ما نفتح الموقع رح يطلع لنا هذا الشكل نختار الملف ومن ثم نختار المستند اللي حفظنا اللي هو بي دي اف حولناه من الورد بواسط بي دي اف وبعد ما نختاره ننتظر شوي طبعا رح يطلب من عندنا إمكانية هل استخراج صورة من ملف بي دي اف أم تحويل المستند كامل إلى على شكل صور طبعا نختار تحويل صفحات كاملة ومن ثم حدد الخيار ننتظر شوي بينما البرنامج يحمل لنا الملف طبعا نلاحظ أنه هذا المستند اللي قبل شوي حفظنا بي دي اف تحول إلى صورة فقط بس نخلي الماوس عليه رح تطلع لنا تنزيل نضغط على تنزيل رح المتصفح ينزل لنا الصورة بشكل مباشر وبعد ما تكمل تحميلها نعرضها ونشوفها طبعا هذه الصورة صارت جاهزة هذا ملف بي دي اف حولنا البرنامج إلى صورة أو نقدر نستخدم الطريقة اللي هي سنابينج تول نقدر من خلالها نحدد الشكل اللي يريد نحاوله إلى صورة بشكل مباشر من خلال الأدات طبعا حتى ليصر حجم الفيديو طويل فيما يخص الأسئلة المتبقية إن شاء الله رح نحاول نجاوبها في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى نحب ننوه أنه هذه المحاضرة لا تحتوي على تطبيقات وواجبات ونلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة